أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت الزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم عقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باتق زراعيه بالوطيد لم اضطلعت عليهم لوليت منهم شرارا ولوليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعتوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة فلينروا أيها أكي طعاما فلينروا أيها أكي طعاما فلياتكم برق منه وليتلقق ولا يسعدن نبكه أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إلى نبذا وكذلك عكرنا عليهم يعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا عب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم دنيانا ربهم أعلموا به قال الذين علبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم عزما بالعيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلموا بعزتهم ما يعلموا إلا قليل فلا تنال فيه ذو إلا ملاءا ظاهرا ولا تستفيهم من أحدا ولا تقولن لشيء لني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا ونبذوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له عيب السماوات والأرض أبتل به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل في كلماته ولن تجد من دونه متحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجه ولا تعد عناك عن تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطع منقف لا قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه وكان أمه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكن إنا أعتدنا للوالين نارا فحاط بهم ترادقها وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهل بماء كالمهل يشري وجوه بيت الشراب وتاء مرتفقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر